ينضم ولينا من عددنا المحلل السياسي قيس الشاعر أهلا بك سيد قيس وصباح الخير بداية رئيس الوزراء اليمني تحدث عن قرب نهاية الميليشي الحوثية الإيرانية وأن الشرعية ستنتصر بدعم التحالف العربي السؤال كيف أثرت الهزائم المتتالية لتلك الميليشيات في ضعافها وقرب نهايتها نعم في الحقيقة أن الخطط العسكرية التي وضحها الجيش الوطني مؤخرا بفتح عدد من الجبهات لمواجهة ميليشيات الإنقلابين الحوثيين واستعادة المناطق التي يسيطر عليها شكلت إرباك واضحة لدى صفوف ميليشيات الإنقلابين الحوثيين المدعومين من إيران وبالذات معركة صعدة معركة صعدة بذاتها أربكة الحوثيين إرباك شديد وأصبح الجماعة الإنقلابين الحوثيين تتخبط في الرد على تلك القوات ولم تعد باستطاعتها مواجهة القوات ولاحظنا أن هناك انهيارات واضحة في عدد من الجبهات يضاف إلى ذلك أن الطلعات الجوية التي تنفذها مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أيضا أدت إلى مقتل العديد من القيادات البارزة لدى الإنقلابين الحوثيين وهذه الأخبار مؤكدة من مصادر إعلامية متتابعة أن هناك قيادات كبيرة لها مراكز حساسة لدى ميليشيات الإنقلابين الحوثيين قضت نحبة تحت القصف الجوي لمقاتلات التحالف العربي وأيضا تحت القصف المدفعي الذي نفذته المدفعية الجيش الوطني أثناء قيامها باقتحام عدد من المناطق في التقدم صوب محافظة صعدة معقل ميليشيات الإنقلابين الحوثيين لذلك أيضا هناك اليوم أصبح الإنقلابين الحوثيين وزعيم الإنقلابين الحوثيين عبد الملك الحوثي أيضا لا يعول على رجال القبائل وأصبح يتخوف من القبائل طوق صنعاء وغيرها من القبائل اليمنية التي في المناطق التي يسيطر عليها الإنقلابين لذلك هذه معركة صعدة أيضا أصبح لها صدى داخل العاصمة صنعاء نفسها وأصبح المواطنين يتحدثون ومن شأن هذه المعارك أيضا أن تحدث خلخلة واضحة داخل العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات التي يسيطر عليها الإنقلابين الحوثيين لذلك أصبح الإنقلابين الحوثيين يتعاملون مع كل المواطنين في تلك المناطق والمحافظات التي يسيطرون عليها بالقمع وأيضا يقتادون الكثير منهم إلى السجون بمجرد أن يبدوا رأيهم اتجاه هذه الجماعة الانقلابية التي أصبحت تسيطر على حياة اليمنين في تلك المناطق نعم بندغر اجتمع مع الشيوخ القبائل الشيوخ القبائل ماذا يشكلون في توحيد الصف اليمني وعودة شرعية لليمن؟ طبعا كما هو معروف أن القبائل اليمنية أهمية كبيرة وبالذات في المناطق الواقعة في شمال اليمن كون القبائل هناك تمتلك الكثير من القوات الكثير من أفرادها أيضا تمتلك الكثير من السلاح ودوما هي ترجح كفة المنتصر وتقف إلى الجانب الذي ترى أنه فيه مصلحتها لذلك اليوم القبائل ترى أن مصلحتها بالوقوف مع الشرعية اليمنية المدعومة من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن اقتربت مسألة حسم الكثير من المناطق التي يسيطر عليها الانقلابين الحوثيين على سبيل المثال معركة الحديدة وأيضا بعد أن توقلت قوات الجيش في صعدة وفي الجوف وفي حجة لذلك القبائل اليوم هي مع مصلحتها ترى أنه من الأنسب أن تقف مع الشرعية اليمنية قبل أن يتم حسم المعركة في صنعاء كونها ستصنف إلى جانب الانقلابين الحوثيين ولكن كما هو معروف أن الجماعة الانقلابين الحوثيين قبل أن تسيطر على صنعاء سأت إلى خلخلة القبائل وإلى إضعافها وإلى شراء بعض الدمم من بعض شيوخ القبائل لكن الكثير من القبائل اليوم تقف ضد ميليشيات الانقلابين الحوثيين وأيضا المواطنين المدنيين والمتحضرين المتواجدين في المحافظات كمحافظة صنعاء ومحافظة الحديدة أيضا هم ضد الانقلابين الحوثيين ولكن هم بحاجة لعملية تحفيز وأيضا بعملية حسم بعض المناطق العسكرية وسنشاهد لا محالة أنه بعد أن تتم حسم العديد من المناطق من قبل الجيش الوطني لابد أن تخرج هناك انتفاضة داخل هذه المحافظات ضد هذه الميليشيات الانقلابية التي سيطرت على عدد من المحافظات وأصبحت تمارس عن جهية واعتداءات ضد المواطنين من قاتل وتصفيات وقيرها ونهب للممتلكات العامة في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات التي لا زالت تحت قفضتها نعم بندغر في اجتماعه مع مشيخ القبائل أكد أن حكومته ستمضي في بناء الدولة للتحادية التي تحقق الأمن والعدالة سؤال ما هو أبرز أو ما هي أبرز المعوقات التي تمارسها ميليشي الحوثي بحق اليمن وشعبه في استقرار دولته وسيادته طبعا الميليشيات الإنقلابية الحوثيين عطلت العملية السياسية بشكل عام كما هو معروف أنها انقلبت على الشرعية اليمنية وعلى إرادة اليمنين التوافقية في انتخاب الرئيس الشرعي عبد الرب منصور هادي يضاف إلى ذلك أن ميليشيات الإنقلابية الحوثيين أيضا انقلبت على المرجعيات انقلبت على مخرجات الحوار الوطني وانقلبت على المبادرة الخليجية وقامت بتعطيل السلم والأمن العام في اليمن بشكل عام وأصبحت تمارس أساليب عنجهية وأساليب غير إنسانية ضد المواطنين يضاف إلى ذلك أنها تهدد دول الجوار وتهدد الملاحة في البحر الأحمر ومذيق باب المندب ورين استهدافتها للمملكة العربية السعودية عبر السواريخ الإيرانية وأيضا استهدافة للسفن والناغلات التجارية في مذيق باب المندب والبحر الأحمر لذلك هذه الجماعة لا يتناسب معها حل سياسي إلا الحل ضد هذه الجماعة هو الحسم العسكري متى ما كان هناك حسم عسكري وتم القضاء على هذه الجماعة أكيد من المؤكدة العاملية السياسية في اليمن وأن السلم سيستتب في اليمن وستصبح اليمن آمن وأيضا دول الجوار لذلك أي حل سياسي مع هذه الجماعة لن يكون ناجحا في الوقت الحالي طالما أن هذه الجماعة لا زالت متمسكة بسلاحة ولا زالت تتلقى دعمها واجندتها أيضا من دولة إيران لإثارة الفوضى في المنطقة نعم كنت معنا ضيفا من عدن شكرا جزيلا لك